أربعة وأربعون مقالة أدبية تحوي اقتباسات من القرآن الكريم في عنوينها ومضامينها شمالها الإصدار الأدبي للكاتب عبد المجيد الخضمي الذي احتفى مكتب الثقافة بأمانة العاصمة بإصداره في مدينة مأرب في حفل إشهار حضره جمع من الأدباء والمثقفين والقيادات المدنية بأمانة العاصمة كان اليوم حفل إشهار الكتاب الثالث وسبق أن تم توقيع الكتاب الأول في معرض الكتاب الأول والكتاب الآخر في معرض الكتاب الثاني والآن اليوم تم حفل الإشهار وتوقيع الكتاب وبإذن الله نسعى لطباعة ما تبقى من كتب مدونة الإصدار الأدبي الذي يحمي العنوان إليك وحيه والذي ناقش عددا من القضايا الفكرية والاجتماعية والوجدانية حضي بنقاشات وقراءات انطباعية في حفل التدشين أكدت على أهمية إثراء المكتبة الأدبية وحثت على تعزيز الحضور الثقافي والاحتفاء بالإنتاج الأدبي وتشجيع الكتاب والأدباء ودفعهم للمزيد من العطاء نشكر الأخ عبد المجيد على أعمال هذه الطيبة والأخ عبد المجيد اعتبر من الكوادر النادرة التي تشجع على الوعي الفكري والأدبي وكذا ونشجع الأخوة والأخوات والشباب والشابات على مثل هذه الكتابات الرائعة تمام لأن المعركة هذه الأيام هي معركة الوعي أكدت فعالية الإشهار على أهمية مثل هذه الفعاليات الثقافية في رفع الوعي وتعزيز القيم الحميدة في المجتمع وتحفيز الإقبال على القراءة والإطلاع خصوصا واليمنيون يخوضون معركة الوعي للحفاظ على الهوية الوطنية جنبا إلى جنب مع معركة البندقية دفاعا عن الوطن وسعيا للسعادة مؤسساته الفعاليات الأدبية التي تأتي في ظل الحرب وفي ظل اللا دولة وفي ظل العزوف عن تشجيع هذه المنابر أنا أقول بأنها عودة حقيقية لصياغة العقل العقل الذي يجب أن تكون عليه المرحلة القادمة والعقل القارئ نحن اليوم ما غرغنا فيه وما وصلنا إليه هو نتيجة طبيعية للجهل الذي قيم في نهاية حفل الإشهار قدم مكتب الثقافة بأمانة العاصمة درعا تكريميا للمؤلف واختتم الحفل بتوقيع المؤلف الخضمي لمجموعة من نسخ الكتاب الذي يعد ثالث إصداراته الأدبية محمد القليصي لقناة سهيل مأرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر